اشتركوا في القناة نتيجة الارتباطات الخاصة بالمشير ولم يأتي بناء على طلب الأحزاب قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر قانون العزل السياسي الذي يقضي بحرمان رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية كان المجلس العسكري قد أحال للمحكمة الدستورية العليا تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي الذي سبق وأن أقره مجلس الشعب لبان مدى دستوريته اعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير محاولات إعادة إحياء دستور عام 1971 بمثابة محاولات لإعادة إنتاج النظام السابق بكل مؤسساته وفساده واستبداده أضاف بان صادر عن الجمعية الوطنية للتغيير أن هذه المحاولات تعد قفزا على ترتيبات المرحلة الانتقالية كانت أنباء قد تسربت بشأن اجتماع عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدد من أساتذة القانون لبحث إمكانية تعديل دستور 71 بشكل مؤقت كما انتقدت حركة شباب السادس من إبريل ما تردد عن إمكانية وضع دستور مؤقت من خلال الرجوع إلى دستور سنة 71 ودعت الحركة إلى ضرورة الالتزام بالخريطة الموضوعة لانتقال السلطة في الثلاثين من يونيو المقبل من جانبه قال صفوة عبدالغني المتحدث باسم حزب البناء والتنمية أن الحزب لا يمانع في إعداد دستور مؤقت يتضمن أجزاء من دستور عام 1971 وذلك شريطة توافق القوى السياسية عليه وأضح عبدالغني أن المشاورات تتم حاليا بين الجماعة الإسلامية والحزب وعدد من التيارات الإسلامية والثورية الأخرى للاتفاق على مرشح واحد سعيا لعدم تفتيت الأصوات والحيلولة دون تولي أحد رموز النظام السابق المنصب وذلك وفقا لقوله نفت وزارة الخارجية ما تردد بشأن توقيع أي من دبلوماسيها على بيان يطالب عمر سليمان بالترشح لرئاسة الجمهورية وشددت الخارجية على حيادها التام تجاه جميع المرشحين وشددت كذلك في بيان لها على عدم توقيع أي دبلوماسيين على بيان لدعم ترشيح عمر سليمان وقالت إن الورد أسماؤهم في هذا البيان من الدبلوماسيين أكدوا عدم توقيعهم أو علمهم بالبيان كان حزم صلاح ابسماعيل المرشح المستبعد من سباق الرئاسة قد ذكر في بيان نشر على صفحته عبر موقع فيسبوك أن السفيرة وفاء بسيم وساعد وزير الخارجية والتي وقعت على الأوراق المتعلقة بجنسية والدته هي عضو بحملة ترشح عمر سليمان للرئاسة وأنها إحدى الموقعات على بيان مطالبته بالترشح وذلك على حد ما ذكره بيان المرشح المستبعد يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه أنصار أبو اسماعيل أتصامهم بميدان التحرير لحين تحقيق مطالبهم وقد حددوا مطالبهم في إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإبطال المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستوري وتطبيق قانون العزل السياسي بالإضافة إلى قالت حكومة الدكتور كمال الجنزوري والمحاكمة الثورية لرموز النظام السابق كما اجتملت المطالب أيضا إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم ضوابط الدعاية لانتخابات الرئاسة التي تبدأ في الثلاثين من أبريل الجاري وتستمر حتى الحادي والعشرين من مايو المقبل وتشمل الضوابط حظر التعرض للحياة الخاصة للمرشحين وعائلاتهم وحظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والمرافق العامة في الدعاية كما حظرت استخدام العنف أو التهديد أو تقديم الهدايا والتبرعات وسمحت اللجنة للمرشح بستين دقيقة مجانية للدعاية على التلفزيون الرسمي في المرحلة الأولى ومثلها في جولة الإعادة نفت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول نياته الانسحاب من السباق الرئاسي وقالت الحملة إن إطلاق أنباء حول انسحاب شفيق يمثل تلفيقا غير متوقع في مثل هذا التوقيت كانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت لوجود اتجاه قوي لدى المرشح الرئاسي بالانسحاب من الانتخابات نزولا على رغبة زوجته التي وفتها المنية أمس قام المئة من موظفي عمال المنطقة الصناعية التابعة لوزارة الداخلية بقطع طريق القاهرة السويس الصحراوي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والتثبيت واستمر قطع الطريق لمدة أربع ساعات مما أصاب حركة المرور بالشلل التام وتسبب في تكدس الطريق بالسيارات أو تكدس السيارات في الطريق مما أدى إلى وقوع بعض المشاحنات والمشادات بين قائد السيارات والعملين بالمنطقة الصناعية انتهى موجز الأنباء إلى اللقاء